أعلن الجيش الليبي سيطارة على ميناء مدينة درنة وأجزاء واسعة من وسط المدينة بعد معارك عنيفة مع ما يسمى بمجلس الشورى درنة والتابع لتنظيم القاعدة وسط المدينة هذا وتقوم قوات الجيش الوطني الليبي بتمشيط المناطق المحررات من الألغام والمفخخات كان الجيش الليبي قد أعلن في وقت سابق استعادة السيطارة على كامل السحل الشرقي ذلك لمدينة درنة من قبضة تنظيم القاعدة شكرا